اشتركوا في القناة يتنافسون في خدمة ابيهم وتمريضه اسمحوا لي يا اخوتي ان اخذ ابي الى بيتي لاتفرغ لخدمته وتمريضه فبيتي افضل من هنا كلا انا لا اوافق على ذلك وانا ايضا لا اوافق وهكذا رفض الابناء في البداية ولكنهم وافقوا عندما اخبرهم اخوهم انه سوف يتنازل لهم عن نصيبه من ميراث ابي انا مطمئن لان والدي معي في بيتي الحمد لله يا زوجي العزيز واسأل الله ان يشفيه من مرضه وهكذا ظل الابن الاصغر وزوجته يتعاونان على خدمة الاب المريض ورعايته انا حزين جدا لموت ابي اسأل الله ان يرحمه رحمة واسعة يرحمك الله يا ابتي وفي احدى الليالي رأى الابن اباه في المنام فاخبره انه قد خبأ كنزا في مكان بعيد وفي الصباح ذهب الابن الى ذلك المكان فوجد الكنز وذهب به الى اخوته فقالوا له لقد تنازلت لنا عن نصيبك في ميراث ابيك نعم وليس لك حق في هذه الاموال وفي الليلة التالية رأى حلما مماثلا وعندما عثر على الكنز ذهب به الى اخوته فاخذوه منه وقالوا له كما قالوا من قبل هذا مالنا نحن عاد الابن الاصغر الى بيته حزينا ولكن لما نام رأى اباه في منامه فاخبره انه وضع دينارا في مكان بالحقل وفي الصباح ذهب الابن الى ذلك المكان فوجد الدينار وذهب به الى اخوته فاخذوا يسخرون منه وقالوا له ماذا؟ دينار واحد؟ حا ها 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 هاه ها خظه انت انشئت حا ها 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 وفي الطريق الى البيت اشترى الابن سماكتين بذلك الدينار وعاد بهما الى بيته سوف أعد لنا طعاماً لذيذاً بهاتين السمكتين ما هذا الصوت الذي في بطن السمكة؟ تغرس السكين في نفس المكان فيحدث نفس الصوت يا إلهي ما هذا؟ إنها جوارة ثمينة لا أكاد أصدق عيني إنها تقدر بأموال كثيرة يا للعجب جوهرة أخرى الحمد لله لقد أصبحنا أغنياء أغنياء جداً يا زوجي الحمد لله وهكذا رزق الله لابن بالجوهرتين لأنه كان أميناً وأخبر أخويه بالكنوز التي تركها أبوهم وأصبح هذا لابن أغنى رجل في المدينة كلها